يمكن بسبب الشخص ده هتكون نهاية اكبر يوتيوبر على منصة يوتيوب خلوني اشرح من تحول جنسي لفضايح اكبر واخذر وحرفيا فضايح قذرة جدا كريس صديق مستر بيس مين فينا مايعرفوش الشخص اللي دايما بيطلع بفيديوهات مستر بيس ومفروض ان نص الشعبي بيحبه او ده زمان يعني بس من فترة مش كبيرة اوي اعلن ان هو تحول الى بنت وحرفيا تحول من راجل لحاجة غريبة اول مرة تشوفها في حياتك اقل حاجة ممكن تصنفه ان هو بقى عجلة يعني باختصار تحول حاجة غريبة ما تقدرش تصنفه على انه بنت اساسا وناس كتير قوي ساعاتها طلبت من مستر بيس ان هو يطرده من القناة ولكن طبعا نرفض عشان ما يعملش اي مشاكل لقناته من الطرفين اصل هو لو طردوا من القناة الشوازة هيجوا يقلبوا عليه ولو ما طردوش احنا انقلوا عليه فمنطقيا هو حرفيا نتحطي بخذوق اصلا بسبب صاحبه ولكن كريس حاب يعمل مفاجأة لمستر بيس ولينا برضو وعمل حرفين اخزر حاجة ممكن تشوفها ولكن رد مستر بيس كان ان هو صديق الطفولة وما يقدرش يتخلى عنه او يطرده ولكن من فترة مش كبيرة المتابعين قرروا يعرفوا حقيقة الكائن الغريب ده وفوت له يدوروا وراه لحد ما قفشوا حرفيا عليه حاجات انت ممكن لو تشوفها تتقرف منه وما تبقاش عايز تتفرج عليه تاني في حياتك وحرفين حاجات مستحيل حد يتوقعها اساسا ومن الحاجات دي اكتشف ان هو بيحب الاطفال وحرفيا بيكلم الاطفال اللي عندهم اقل من 18 سنة على انه صديق مستر بيست وبيتحرش فيهم بس قبل بداية الفيديو اتمنى ان انتو كلكو لو انتو اقل من 18 سنة تطلعوا من الفيديو ده عشان الفيديو ده لأكتر من 18 سنة بس فاعتمنى لو انت اصغر من 18 سنة تطلع من الفيديو ده عشان الفيديو ده مش موجه ليه وبس من غير ما طاول عليكم يقدمه اتمنى ان انتم تنزلوا كلكم وتعملوا لايك وتشتركوا بالقناة لانه حرفيا ما تبقاش حاجة ونص النص مليون متابع وبس من غير ما طاول عليك ويلا نكمل كريس صديق مستر بيس من فترة بسيطة جدا كان راجل عادي ومتجوز وعنده اطفال ولكنه قرر ينفصل على المراته وسب طفله عشان يتحول الكائن الغريب اللي انت شايفه ده حرفيا احنا هنسميه العجلة يعني ده اقرب مثال ممكن نقول عليه هو حرفيا يتحول عجلة المهم بعد ما تحول العجلة كله قاعد يطلب من مستر بيس انه هو يطرد الكائن المقرف المقزز من قناته ومستر بيس زي ما قلتلكه رفض عشان ما يعملش اي مشاكل وطبعا حصل على مستر بيس هجوم قوي جدا فقرر انه هو يقلل شوية من ظهور الكائن الغريب ده لحد ما الامور تهدى يعني بعدها يطلعه تاني ولكن كريس طلع اقزر واقرف كائن يمكن تشوفه في حياتك لانه من فترة بسيطة طلع ولد صغير وقاعد يقول انه كريس كان بيتحرش فيه وبيبعث له صور زي 18 لجسمه وبيطلب منه صور وانتو فاهمين بقى مش لازم اكمل وحرفيا الشات كاملة تسربت ممكن في البداية تشوفها شات عادية ولكن الموضوع مش كده خالص الانسان ده قذر لدرجة انه كان بيبعث صور زي 18 للولد وحرفيا صور قذرة جدا ومعطيبش ان انت لازم تتوقع انه انسان زي زيك يا حبيب المتابع لانه حرفيا ده افزر انسان ممكن تشوفه في حياتك من ناحية انه بيتحرش بالاطفال وكمان عجلة وواضح قوي من خلال الشات ان الوادو اخد عليه وبقاله فترة كبيرة قوي بيكلمه لانه عمال يقوله انا هزمتك قبل كده وتعالى نلعب تاني وهزمك زي كل مرة ومن الواضح ان كريس شوية كان مزود العيار بتاعه لانه حرفيا قاعد يقول للولد I love you وبعدها يقول لأ انا بحب اللعب معاك وكده والموضوع ما كانش منطيقي بصراحة يعني مفروض كان الولد برضو يبق عليه شوية رخابة ولكن ايه القرف ده كريس مش فاهم انا في الاول بعت فيديو الميستر بيست للولد الصغير وقال له بتمنى ان انت تقدر تشوفني اكتر فالولد بكل عفوية قال له اتمنى ان انا اكون بالفيديو فالعجلة بتاعتنا قال له انا برضو بتمنى انك تصور معنا بس قري بنستنى الاول تكبر شوية فالولد قال له الموضوع ده هيبقى جامد جدا يعني وكده فعمه عجلة بقى بشغل دماغه فراح قيل له انا اعتقد ان اعيد ميلادك قريب فالطفل بكل عفوية قال له ايوة فعلا 14 ديسمبر هيبقى عيد ميلادي ومعرفش مامت عايزة تعمل الحفلة ثانين لسه بتجاهز فعمه عجلة بيقول له شوف انت عايز هداية ايه وانا هاجبها لك فالولد قال له انا عايزة لعب معاك فورتنايت او ماينكرافت اخر مرة انا اللي خسرتك فعمه عجلة برضو يبقسش من الموضوع وراح برضو كتاب له وشوف انت عافتك في ايه وانا هاجب لك الهداية دي شوف انت عايزة ايه وانا هاجبه لك فالولد قال له انا معرفش بصراحة فعمه عجلة قال له تعالى نروحها لسناب فعمه عجلة رح كاتبله وانا بقالي كتير بتكلم معاك انا تعبان والسبب الوحيد ان انا افضل صح لحد دلوقتي ان انا بتكلم معاك انت فالولد برضو تاني رجع قال له تعالى لو عايز نلعب فورتنايت او ماينكرافت فعمه عجلة قرر ان هو ما يسكتش ويقول كل اللي في قلبه ويطلع قذرته وحقيقته وراح كاتبله وبحبك وبعدها برضو لاحظ ان هو عمل حاجة غبية اوي فراح كاتبله ايه وقصدي بحب اقلعب معاك حظر اوي والله الراجل ده مش قادر اتكلم عنه ياريت لو الموضوع واقف عند الطفل ده ولكنه حرفيا عمل الموضوع ده مع اكتر من طفل والحاجة المشتركة ان كلهم اقل من 18 سنة ويمكن كمان اقل من 14 سنة وما كفهوش كل ده بل انه طلب صورة من احد الاطفال اللي بيعدي يكلمهم وحرفيا تواصل مع اقصر رسام ممكن تشوفه في حياتك لانه بيرسم الاطفال باشكال زائد 18 ماينفعش تترسم اساسا حتى انه من كتر بجحته كان معلق الصورة دي في قدته وفي احد فيديوهات مستر بيست القديمة كان بيصور في قودة تكريس ولو ركزته على الحيطة هتلاقوا وجود الصورة دي يعني حرفيا الصورة دي موجودة من زمان قوي والغريب في الموضوع انه مستر بيست كان بيبص لصورة ومصدوم وطبعا بسبب الصورة دي الناس كترقوا بدأت تشكك بمستقية فيديوهات مستر بيست ويقولوا طب ما هو قريدي كان عارف الحقيقة ليه بخبيها ليه خلاب في القناة وحاجات كدير قوي من كلام ده وحرفيا عمل ضجة اعلامية مرعبة في الغرب بما بالكو عند العرب يعني قبل ما الموضوع اصلا يوصل عندنا كان عامل مصايب هناك فبصراحة مش عارف يعني واللي يهرك اكتر ان الراجل ده اصلا كان عنده طفل طب هو ازاي بيعمل كابل اطفال هو عنده برضو طفل يعني ازاي نقدر نسيق ان الطفل بتاعه ده هيفضل متربب بيه سليمة اساسا بعد كل الاعاقة اللي ابو بيعملها يعني مش فهم بصراحة انا متوقعين من راجل زي ده بس اعتقد انه لازم بتسحب منه باسرع وقت ممكن وحرفيا قناة مستر بيست بقت معارضة للخطر بسبب الكائن العبيد ده اللي حرفيا خرب ام القناة بس اللاز كلها لحظته ان مستر بيست كان يعرف الموضوع ده اساسا بل انه قرر يسكت عليه واكيد بسبب الموضوع ده فيه كمية هجوم وضغط كبير اوي على مستر بيست لانه لو تشوفوا الصورة بشكل قريب شوية حتلاحظوا ان الصورة قذرة جدا وواضح انها رسمى لشخص مختلع قليا بيرسم حاجات قذرة بشكل ده بل انه بيبيعها اعتقد انه الموضوع فعلا بقى كبير اوي ماينفعش يتسكت عليه واقل حاجة ممكن تتعامل بحق الكائن العجلة ده انه يتسجن لانه فعليا عمل حاجات ماينفعش خلاص انها تتعمل شخص وسخ ومختل وطبعا زي ما انتو عارفين الملونين مستحيل يسيبوا حاجة زي كده وما يستغلوهاش لصلاحهم فقعدوا يطلعوا بجرائد واخبار وقعدوا يقولوا ان احنا عنصريين وان احنا فضلنا ورا مستر بيست لحد ما خلينا يطرد كرس من القناة عشان هو متحول جنسي يعني حرفيا الزاجل بيحب الاطفال وعمال يتكلم مع اطفال ويبعد صغر مختل والبتوع دول اكبر اهتماماتهم ان هم ياخدوا اي حاجة لصلاحهم عشان يشهروا اسمهم اكتر والله بجد انا مش عارف الناس دي بتصل لفين يعني انتو عايزين ايه في الحياة بتاعتكو اساسا والله انتو الناس معفنة عمتا كده كده احنا عارفين كويس قوي الودة طلع لين للقناة وبرضو الاجانب بقوا حرفين عارفين ان هو طلع عشان الموضوع دي يعني اللي عمال يعملوا الملوانين دول ملوش اي طعم حرفيا هم بس عمال يعملوا اي حاجة عشان يستغلوا حاجة لصلاحهم يعني مش عارف بصراحة اصلا ليه الحاجات الغريبة دي عملت انتشر وليه عملت انتشر بالشكل الجنوني ده بس نسحت ليكم لو انتو لقيتوا اي فيديو من النوع ده ان انتو تطلعوا على طول تعملوا سكيب عشان ما يطلع لكوش حاجات كتير قوي من النوع ده والموضوع دي ينزلع اكتر في العقل الباطن بتاعكو بس يعني حبيت انصحكو يعني عمتا انا حبيت اعرفكو كده نكونوا سناية الفيديو اتمنى هيكون عاجبكم ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة لانه حرفيا ما تبقاش حاجة ونوصل نص مليون متابع ومعرفش لو النوع ده من الفيديوهات بيعاكبكم او فيديوهات النظريات فعايزكو تنزلوا تحت في التعليقات وتكتبوا لي رأيكم بالفيديو ده وبس شكرا جدا لكم على المشاهدة وهسيبلكو دلوقتي فيديوين جمدين جدا لو عايزين تروحوا تشوفوهم هتلاقوهم على ليمين وعلى شماله مزبطكو بس سلام اشتركوا في القناة